السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلبة الصف الأول للأعدادة حنحل مع بعض ان شاء الله انتحان محافظة القليبية للترم الثاني ياريت قبل مبدأ ما تنساش الإعجاب بالفيديو واشتراك في القناة شرح كل دروس الجرامر موجود بالتفصيل في جرامر قول أعداد الترم الثاني أول سؤال معنا listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة نسمع مع بعض ونختار I like summer so much I go to the beach with my family I like swimming when a wave comes I jump up my brother likes to play with his ball on the beach نسمع تعني I like summer so much I go to the beach with my family I like swimming when a wave comes I jump up my brother likes to play with his ball on the beach سؤال للأول I like أنا بحب I like summer بحب فصل الصيف I go there with أنا بذهب إلى هناك مع مع عائلتي but with my family when a wave comes when it comes to the beach wave يعني موجة الكتاب اللي هي بتقرأه أسمع بتقول لها what are you reading ماذا تقرأي إيمان ردت عليها وأسمعها سألت سؤال أسمعها سألت سؤال إيمان الأطلاء it's called the old man and the sea and the sea الرجل العجوز بيسمى يعني الرجل العجوز والبحر يبقى what are you reading حتقول لها I'm reading a book أنا بقرأ كتاب مدرع مستمر am والفعل في ing I am reading I'm reading a book يعني أنا بقرأ كتاب بتقول لها يبقى هنا السؤال هو اسمه إيه what is what is it called it طبعا عيد على الإيه على الكتاب is بعد كده it أبدأ الأول بالفعل المساعد بعد كده it بعد كده الفعل عندي ماذا يسمى what is it called أتلاقى the old man and the sea الرجل العجوز والبحر أسمع سألت سؤال وإيمان قال it lies the main character is an old man called Santiago الشخصية الرئيسية هو رجل عجوز يسمى Santiago يبقى هنا ما هي الشخصية الرئيسية يبقى what is the main character what is the main character in the book أو in the story what is the main character يعني ما هي الشخصية الرئيسية أتلاقى Santiago بتقول لها what's his job إيه هي وظيفته طبعا إحنا عارفين the old man and the sea لو سانتياجو هي وظه إيه هي وظه فيشر مان يعني كان يا صياد يبقى he he is a fisher man يعني هو بيكون صياد he is a fisher man is it a good story هل هي قصة جيدة طبعا تقول لها yes it's a good one أيوا هي قصة جيدة لأن سؤال بقى هل جابت yes or no يبقى yes it is yes وبعد كده أبدل is it تبقى it is السؤال الثالث معنا سؤال بقطع read the following then answer the questions أقرأ وأجب على الأسئلة إيجبت is a very beautiful country مصر دولة جميلة جدا many tourists come to visit إيجبت all year round عديد من السياح بيأتوا لزيارة مصر في يعني طول العين طول العين إيجبت has very nice weather مصر بيها مناخ أو تقصر واقع جدا in summer في الصيف tourists can go to Alexandria السياح يمكنهم أن يذهبوا إلى الأسكندرية they can see the lighthouse and enjoy the sea there يمكنهم أن يروا المنارة ويستمتعوا بالبحر هناك طبعا ذير يعيد على الإيه على الأسكندرية Alexandria in winter في الشتاء they can go to Aswan يستطيعوا الذهاب إلى Aswan they enjoy the warm weather there يستمتعوا بالدافئ هناك there are many interesting things which tourists can see in Egypt يوجد العديد من الأشياء الجميلة يمكن للسياح النوم ما يروها في مصر see يعني visit أو يارى يعني يارى أو يزور they can see the pyramids يمكنهم أن يذهبوا إلى الأهرامات لزوح حديقة الحيوان and the many museums in Cairo والعديد من المتاحف في القائرة Last Friday My friend friend Robert came from England to visit Egypt صديقي بالمرسلة Robert أتى من إنجلترا لزيارة مصر he went to Aswan by train هو ذهب إلى Aswan بالقطار he stayed at a nice hotel هو كان أعد في فندق جميل he saw many temples and beautiful places رأى العديد من المعابد والأماكن الجميلة Tourists visit Egypt الطلاق بأسور السياح بيزوروا مصر طول العام يبقى all year round Robert is Robert من إنجلترا يبقى هو بيكون إيه English جنسياته إنجليزي The underlined word there refers to قولنا أن هما بيستمتعوا بالطقس بالبحر هناك زير عيدة على الإيه Alexandria الأسكندرية Put a suitable title to the text عنوان مناسب للكطعة إن السياح بيحب يزوروا مصر طول العام يبقى tourists هنا you tourists like to visit Egypt all year بيحبوا يزوروا مصر طول العام all year أو ممكن نقول أول ساطر Egypt is a very beautiful country مصر دولة جميلة جدا Egypt is a beautiful country What did Robert see in Oswald? Robert شاف إيه في Oswald He saw many temples and beautiful places وراء العديد من المعابد والأماكن الجميلة He saw in Oswald He saw many اللي جابه في السطر الأخير في القطعة many temples العديد من المعابد and beautiful places وأماكن رائعة السؤال السادس Why do you think tourists like to visit Egypt? لماذا تعتقد السياح بيحب يزوروا مصر؟ طبعا فيه إجابات كثيرة في القطعة يعني هما لو بيروحوا اسكندرية هما بيروحوا عشان الطاقس هناك رائع في الصيف ولو بيروحوا أسوان علشان تدفق في الشتاء يبقى الإجابة إن هما بيحبوا زيارة مصر علشان الجو مصر رائع وفيها كمان ممكن نقول إن فيها أماكن كتير رائع لزيارتها نكمل الإجابة عشان تكون كاملة وأماكن كتير رائعة للزيارة and many many nice places many nice places to visit السؤال الرابع تشاهدوا الواقع من ABC أختار الإجابة الصحيحة I didn't enjoy the film because it was أنا لم أستمتع بالفيلم لأنه كان إيه because it was terrible يعني كان سيء terrible يعني سيء فوضيع when I was young a young child عندما كنت طفل صغير I really like a chocolate هنا طبعا في الماضي was young child لما كنت طفل صغير يبقى أنا حتكلم فيه في الماضي أنا لم أكن أحب الشوكولات يبقى I really a الماضي البسيط يبقى أنفي بكلمة didn't I didn't like ليأ أصل الجملة I didn't like chocolate when I was young لم أحب الشوكولات عندما كنت صغيرا climbing is the most dangerous sport تسلق إيه؟ تسلق إيه؟ الرياضة الأكثر خطورة طبعا تسلق الجبالي يبقى mountain climbing I was your opinion I have another one أنا إيه مع رأيك؟ أنا عندي رأي آخر معنى كده أن أنا بختلف معك يبقى I disagree with your opinion I disagree with your opinion The lion is a dangerous than the dog الأسد بيكون أكثر خطورة من الكلب هنا مقرنة ما بين الأسد والكلب هنا طبعا ذاين حتخلينا نقول إيه؟ مع الصفة طويلة يبقى more dangerous than more dangerous than People sleep in when they go camping الناس بتنام إيه عندما يذهبوا للتخيم؟ بيناموا في الإيه؟ في التنس يعني الخياب ألي عندي I enjoyed when we went sailing أنا وعلي استمتعنا عندما ذهبنا للبحور طبعا ألي عن نواي اللي هي we أنا وعلي يبقى إحنا مكانها نكتب الضمير إيه؟ we طيب we الضمير المنعكس معها إيه؟ we هتبقى ourselves ourselves يعني إحنا استمتعنا in winter في الشتاء people wear heavy clothes to a worm الناس بترتدي ملابس طويلة لتجعلها دافئة to keep warm keep warm يعني يحتفظ بالدفئ keep warm he is a famous writer هو كاتب مشهور because he has A ideas لأنه عنده أفكار A أفكار creative يعني مبدع creative some people like listening to music on their بعض الناس بتحب الاستماع للموسيقى على on their headphones headphones يعني سماعات الرأس headphones أو سماعات الأذن السؤال الخامس complete the sentence with the correct form of the word in brackets هنكمل بالكلمة الصحيحة اللي موجودة عندنا you listen to your teacher's voice طبعا ياجب ان انت تستمع الى نصيحة معلمك يبقى mustn't تعطيبق ايه must you must listen must بجيب بعدها الفعل في المصدر I am hungry I don't want to eat أنا جوعان لا أريد أن أأكل هنا الجملة تنفع كزا احتمال هنا ما لم أكن جوعان لا أريد أن أأكل يعني عندنا ما لم هنا معناها لما ما بكنش جوعان لا أريد أن أأكل هنا unless unless يعني ما لم unless يعني ما لم ما لم أكن جوعان لا أريد أن أأكل طيب هنا ممكن تكون إجابة تانية كمان when لما ما بكنش جوعان لا أريد أن أأكل sorry لما ما بكن جوعان لا أريد أن أأكل لكن مش منطقية هنا لما تكون when I am not hungry I don't want to eat لما ما بكنش جوعان لا أريد أن أأكل الطبيعي هنا يكون في not وهي أفضل إجابة unless لأن unless فيها نفي ما لم أكن جوعان لا أريد أن أأكل هنكتب الإجابتين لو حد عنده إجابة يعني متأكد من الإجابة يريد تكتبها في الكومنس أحمد going to fly to London أحمد سوف يعني يذهب بالطيران إلى لندن هنا going to معناها سوفا يبقى بالتالي أحمد مفرد يبقى حختار is going to is أحمد going to fly and going to بجيب بعدها الفعل في المصدر you should helpful يجب أن أنت تكون ينبغي أن أنت تكون متعامل هنا شود بجيب بعدها المصدر طيب استفاد بتاخد verb to be you are helpful انت متعامل are d في المصدر بتكون ايه be يبقى you should be helpful you should be helpful ده جدا حل المتحمة حفظة القليوبية تمنى تكونوا استفدتم معي لو في أي أسئلة يريد تكتبها في الكومنس وما تنساش الإعجاب بالفيديو واشتراك في القناة goodbye